قضية اعتقال الصحفين والناشطين المدنيين أصبحت تشغل الرأي العام في إقليم كردستان حيث نددت منظمات حقوقية وشخصية سياسية بالأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة جناية أربيل بحقهم داعية إلى الإفراج عنهم المحكمة المذكورة كانت قد أصدرت في السادس عشر من إشباط الجاري حكماً باستجن ست سنوات على خمسة من النشطاء والصحفيين بعد إدانتهم بتهم التجسس وزعزعة أمن الإقليم وضرب استقراره ومنذ صدور الأحكام يواصل المعتقلون الخمسة أضرابهم عن الطعام احتجاجاً على قرار المحكمة حيث أشارت لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان إلى أن الوضع الصحي للمعتقلين سيء وأضحت قلستان سعيد نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لوسائل الإعلام بأنها إضافة لعدد من أعضاء اللجنة يحاولون منذ ثلاثة أيام زيارة المعتقلين لكن القوى الأمنية لا تعطيهم إذن للزيارة بحسب قولها كما دعا كل من رئيس إقليم كردستان جيرفان برازاني ونائب رئيس حكومة الإقليم قباط طالباني محكمة التمييز لمراجعة الأحكام وإعادة النظر في القضية لكن رئيس الحكومة في الإقليم مسرور البرازاني سرع إلى الدفاع عن الأحكام القضائية من جانبها حثت السفارة الأمريكية في بغداد حكومة الإقليم على احترام حرية الصحفة قائلة إن المجتمعات الديمقراطية تحترم حرية التعبير وتدعم قدرة أعضاء الأسرة الصحفية على النقل الأخبار دون خوف من الانتقام ورفضت المنظمات ومعظم القوى السياسية في الإقليم قرارات المحكمة واعتبرها تعسفية وقد تفتح الطريق أمام تضييق أكبر على الصحفة وحرية التعبير